اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مسأل خير متابعي طقس العرب في الأردن نهار اليوم لاثنين سادت المملكة أجواء حارة وبلغت درجات الحرارة ذروتها في العاصمة عمان على أقل تقدير 36 درجة مئوية يوم الثلاثة إن شاء الله رح تنحسر هاي الموجة ولكن رح تبقى الأجواء حارة رح نستعرض معاكم بالبداية صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم كما نلاحظ هناك صحب عالية في عموم مناطق المملكة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط ولكنها بدون أي فعالية رح نستعرض الآن خراءة توزيع درجات الحرارة من يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء إن شاء الله كما نلاحظ اليوم الاثنين ظهرا درجات الحرارة كانت عالية وأجواء حارة إلى حارة جدا في عموم مناطق المملكة هذا اللون الخمري يدل على درجات حرارة عالية جدا كما نلاحظ أيضا يوم الثلاثاء ستنحسر ليلا ولكنها تعود إلى الارتفاع في ساعات الظهيرة يوم الأربعاء إن شاء الله تنحسر هاي الموجة ولكن تبقى درجات الحرارة عالية كما نلاحظ لون الأحمر يدل على درجات حرارة عالية رح نستعرض معكم درجات الحرارة لهذه الليلة على وقت السحور في العاصمة عمان غالبا صافي 14 درجة مئوية نسبة الرطوبة 36% وسرعة الرياح خفيفة 7 كم في الساعة هنستعرض معكم درجات الحرارة لثلاث أيام القادمين بإذن الله يوم الثلاثاء 31 درجة مئوية يوم الأربعاء 24 ويوم الخميس 25 وبالليل بتكون طبعا في ثلاث أيام درجات الحرارة 14 درجة مئوية إلى هنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة